قدوم مهاجر الحبشة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر مهاجر الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رواه البخاري وهو حسن بالشواهد قدوم الأشعريين وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر الأشعريون وكانوا خمسة وثلاثين فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقبل قدوم الأشعريين بيوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم فقدم الأشعريون رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح قدوم قبيلة دوس وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر قبيلة دوس على رأسهم الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه وراوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها وقعت صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها في السبي وذلك قبل نزول خيبر على الاستسلام والصلح فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فلما أسلمت أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل عتاقها مهرها وأصبحت من أمهات المؤمنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر